عقتت وزارة الأوقاف اجتماعا موسعا مع رؤساء الأقسام بالمدريات على مستوى الجمهورية والحاصلين على درجة الدكتورة بهدف الدفع ببعض الكفاءات لاعتلاء مناصب عليا في العمل الدعوي والإدارية وخلال هذا الاجتماع أكدت الوزارة لاهتمام بمشروع سقوق الأضاحي والمستهدف الوصول من خلاله إلى مليون أسرى الاستفادة من المتميزين أصحاب الكفاءات العلمية والدفع بهم في مجالات الدعوة والإدارة هدف الرئيس لاجتماع مسؤول وزارة الأوقاف بمدير الإدارات ورؤساء الأقسام على مستوى مدريات الجمهورية هذا أمر جلل في المساجد بالتوعية بالقضايا التي يجب أن نوعي بها المواطن في مختلف الأعمار والمستويات سواء كان المواطن امرأة رجل صعبي شاب كبير خصوصا الفصل الصيفي بيبقى الطلب عندنا في الوقت الصيف عندهم فراغ كبير فيبقى الفراغ الذي يجب أن يملأ فراغ نفسي عقلي علمي فكري والحمد لله الشباب المدير الإدارات فيهم البركة وإن شاء الله يقوموا بالواجب الرسالة على أتم واجه بإذن الله سبحانه اجتماع جاء للتأكيد على أمرين بذل مزيد من الجهد في المشروعات التنويرية وخاصة المدارس العلمية والقرآنية والاهتمام بمشروع سكوك الأضاحي للوصول إلى مستهدف يصل للمليون أسرة هذا العام ضمن مساهمة الوزارة في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية المدارس العلمية برضك مفهوم جديد لدى الوزارة المدارس القرآنية فده مطلوب لإصلاح الفكر لأننا محتاجين في هذه الفترة الراهنة تغيير المفاهيم وتصحيح المفاهيم لدى أفراد المجتمع ولسيما الشباب كذلك التوسعة في مسألة المدارس العلمية والقرآنية للسلل وعزات أو المرشدات الدنيات التي تشارك معنا في العملية الدعوية كذلك الأمر في المشاركة والمساهمة في مشروع سكوك الأضاحي اللي احنا بدأنا فيه العام الحالي ده بشكل قوي إن شاء الله عز وجل ومن وقت مبكري إن شاء الله النهوض بالدعوة وتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير هو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف من خلال التواصل مع قيادات الدعوة للقيام بدورهم لبناء الشخصية الوطنية الواعية من وزارة الأوقاف وليد هيكل التلفزيون المصرية